ضيفنا النهاردة هو ضيف اللي يطلق عليه صاحب الفرصة التانية أو صاحب النجاح بعد فشل ومعاناة ضفنا النهاردة يتقال عليه حاجات كتير جدا يتقال عليه التحدي، يتقال عليه الإرادة، يتقال عليه الإسرار يتقال عليه قصص وحكايات كتيرة جدا هو وحده صاحبها ضيفنا كمان من الناس اللي أخد الفرصة التانية بعد أن كان من الناس اللي عائدين من الموت هو ضيفنا اللاعب المصري، لاعب التنس المصري أنور الكموني حكايته إيه؟ تفاصيلها إيه؟ ده اللي هنعرفه في بيت للكل خليني أرحب بضيفنا اللاعب المصري الكبير، لاعب التنس أنور الكموني مساء الخير يا كابتن مساء الخير إزاي؟ يعني قصتك ملهمة جدا وقصة فكرة الفرصة التانية قصة إن أنا ممكن أقابل الفشل وممكن يبقى حياتي مهددة بإنت تنتهي على كرسي وممكن أبدأ الحياة من جديد إنت إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل معك؟ إزاي لوحة للفرصة التانية؟ من أول القصة خالص؟ يعني إيه؟ أعمل لنا ملخص سريعا ملخص، وكي متعدت ما تكون في حاجة مترتبة في حياة الإنسان ربنا مهد هال وكده، فكان أول كلمة بتبالعب كرة كويس جدا وفجأة بتحول نلعب تنتهي 21 سنة وده مستحيلة، فلتسلع بيها وانتي عندك 24-5 سنين فكلمة مستحيل هي دي كلمة اللي بسمحها كل يوم وده كان أول يعني مهيد ربنا كان مهدني إن أنا أسمع كلمة مستحيل تعمل حاجة في الرياضة في العمر ده وبعد يالي في سنتين بقى تحديات كتيرة وقطعة في سنتين بس كيف عدني؟ في التنس في التنس؟ آه، هتبقى لنا كنا كسرت المستحيل إن أنا أوصل في سنتين للمستحيل ده، كسرت المستحيل فعليا يعني بس ما كنتش أعرف طبعا إن المستحيل ده ولا حاجة جنب المستحيل اللي جاي اللي حيجيلي؟ آه طبعا عدت قد إيه تلعبت نس؟ كان سنتين بس سنتين وحققت فيها تصنيف عالي تصنيف عالمي يا جا، خدت الوالدكارد وخدت سجالي وصلت المستحيل سنتين بيحتاج الناس يوصلوا في 17 سنة أي، كنت وصل لي كانت معجزة يعني كنت بقت تتدرب كتير 9 ساعات و 10 ساعة فيه 9 ساعات و 10 ساعات في اليوم طبعا ليش حل تاني غير كده ده كان الهدف اللي قدامي آه، وكان خوف من فشل طول الوقت ان انتي بتعملي حاجة ما تعملتش قبل كده في العالم فالإحساس الفشل، نسبة الفشل أكتر بكتير من نجاح انه ليش حد نجح بليها آخر تصنيف كان في آني كنت إذا أخدت الوالدكارد كانت في طولة مكدونيا اللي حصل فيها اللي كانت في فرشلونة وكانت تاني بطولة اللي هي مكدونيا هي دي اللي حصل فيها فشل في النقاء العظمي حصل إيه بقى؟ وده أخطر من السرطاني الفجأة في طولة البطولة أنا روي أنا كنا من طبعي جسمي قوي رياضي وبتمرنا بالسبعة والثمانية ساعات فمستعب جدا أن يحصل لحد رياضي أن الجسم فجأة توقف هالعمل يعني الفشل من خلال عظمي يعني بقاش فيه مجلبين بقاش فيه صفايا حديموية بقاش فيه مناعة وده أصلك فجأة؟ جسم توقف هالعمل آه فجأة هو البطولة فأنا طول البطولة بحس أن أنا مضعف مضعف بشكل كبير وغايتنا بشوفه كورة اثنين ثلاثة أبقى عفل ملع افتكرت برد افتكرت تغيير يمكن فأقول ترجع مصر يمكن تريكافر وكمل باكل بطولات برجع مصر طبعا المعامل بيعمل تحليل فيقول عايزين عدة ثاني مرات بيعيده التحليل اللابس يعني يعني طبعا التحليل وقصاده ده واحد ناس له كم ساعة ويموت المجلبين وصل لتلات تلاف الفين يعني وفاة الفروض ان يمجبين من 9000 لغاية انتي عارفة طبعا طبعا الصفاة الدموية وصلت لغاية 10000 يعني كلها حاجات يقول انه ناس كم ساعة والقلبي يتوقف على العمل وانا كنت فعلت لاي طبعا فوقتها رحنا اكتر المستشفى كيف ترفض الحالة وقاتنا رحنا الاسرعين فرانساوي وبدأ يحطه في قضة في ايزوليشن روم قضة عازل كنت في أول العشرينات كنت اه 23 بجأي حطنيه في قضة في الايزوليشن روم طبعا اني مش عارفين كيه عزلة اه طبعا انه بدأ يتحط كمان بقى نقل دم من كميات كبيرة وقاتنا عرفوا ما عاملوا بقى ما اخدوا عينات من الجسم وكده في فشل في النقاء العظمي وده اخطر من السرطان ان هو مينفعش حال غير ذي له متبرع متوافق في كل حاجة وده كان اخويا طبعا وطبعا انا كنت بقارة على الانترنت في ناس رجعت من السرطان قول الرياضة من فشل في النقاء العظمي نفيش حد في العالم كله كانت تحدي للعيلة كلها اه والغريب انه كنت بسأل دكتور حسان كامل الدكتور العظيمي العليجني كنت بقول له ام تلعب فين الثاني كنت بستغرب يعني احنا في ايه ولا في ايه بيقولك رب تعيش بس الاول اه يعني انت عزينك تعيش الاول المرحلة دي هي مرحلة التحدي واجهتها ازاي كنت مرحلة طويلة جدا استغرقت قد ايه سبع سنين سبع سنين اه من كله همي اشان انت بعرفة كله النفسي عمله ان انا اخذ فيقلي من سنة ليه ان كل الرجع من السرطان للرياضة ومع مولوش نتايج اشان انت بعرفة بس رجعه للرياضة كانت مدة علاجه من اربع و خمسة شهور اه فانت مركز برده في ده اه مودة فانت مدن نفسك سنة هتعالج ارجع كل من الوقت بيزيد كل من الفرصة تكاد تكون معدومة خدت الامل منين التحدي جالك ازاي كنت بحاول الانسان بيقعد يحاول كتير 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 وبيفشل كتير 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 يعني عادت حارب سبع سنين اولا انا كل نفس يحصل ما حصلش في الاول يعني بعد الترد العكسي لما الجسم رفض النخاع ونخاع رفض الجسم حصل مشاكل في الكبد باز تقريبا الكلا الجلد تأثر جدا وبعد كده بقى حصل تدمير كامل في الجهاز الهضمي انت كنت عايش في المستشفيات بقى اه 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 كان بيتي التاني ده وبعد كده جهاز الهضمي اتضمر بشكل كامل تقريبا وبعد كده كل ده في اول سنتين بقى اول سنة لا انت كل سنة بيحصل مفاجئة يعني اول سنة عشان بس معلومة طبية تبقى شوية يعني بقى فهم شوية صغريم لو السنة عمل زرع قلب او كلا او الكبد فلازم يدوا مصببتات مناعة وقدوها كتير جدا عشان تقلل نشاط الجسم ونشاط النخاع اه مسألت الرفض دي اه انه بيحصل طب في وسط السبع سنين دول كنت عارف كان عندك الامل انك راجع اه كان عندي الامل او اساعدك وتفكر ازيك كنت بتفكر ازيك يعني كان عندي الامل طبع ان عايز اخفة قلب من سلام كانش بيحصل يعني في السنة الثالثة مثلا كانت كل السنة بيحصل مفاجئة طرد العكس يعني ان مفاجئة مغير متوقع زي الجهاز الهجم يباز زي الكابد ميبوز كلابت بوز لغاتنا في السنة الثالثة بيحصل غرغارين في دا الاثنين غرغارين جنجرين يعني دازم باتر وانا خدت اقرر مش همش مواطع على البتر حتى لو دايب اخر يوم فانتي خلاص بتأكدين ان لو حصل باتر مستحيل تبسك المواطرة بتاني وبعد كده بيحصل معجزة مع انترابينة اني بديو بي بيدوا طبعا ادوية سيولة كتير وعارفين نسبة النجاح فيها امتى بدأت المعجزة بفين؟ لا يكب كل شوية بس بتبانوا وبيرجع وترجع وراها عايشين خطوة يعني مثلا لما كنت هتتقدم شوية ترجع وراها نعم على طول الفشل كان بيبقى يعني الفشل في المحاولات انا ما هيقولش فشل ان الفشل لما الانسان يستسلم يعني الانسان ما يبقى قولها مش مكمل هو ده المطر مين كان بيديك الارادة انت اهلك ناس موقربين ليك مشكلة بقى 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 كمان ان انت الانسان لما بيمر بمشكلة واحدة هو بيقابل الجزء النفسي بيبقى صعب والانسان اللي بدناه بتفكر كتير بتبقى صعب طبعا فانا كنت كل معادي بمرحلة برجع انا فاكر اول مرر بوصع على نفسي انا ما عارتش نفسي بقدو يدو كبادو كمان يدو كورتيزون فوزني وصل الى 140 كيلو فتحرك على كورسي بقى طبعا ملعب ايه اللي تتروحي فيه يعني ملعب ايه رحلة ثقاء وعا كده لما كنت تروحي ملعب مخي بيشتكرني وانا سليم وانتي الملعب ده تحفظها طبع وتجري فيه فاكه انت مش عارفة تحركي من الميل للشمال ايه اللي مش عارفة تمشي اصنا على الواحد يشعر تمشي على رجله اصلا او حتى يطلع على سلم اصلا سير بقى او حد يحرك امتى بدأت النور يبان كنت بحاول طول الوقت انا من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى بنديني فقدر انا عارف اتحرك وانا مكتد انا ممكن تكون متضمر بس اعرف اتحرك يعني حتى انا مش مقتنع ان هكسب الموضوع بس لازم اتحرك يعني لازم ااخد خطوة قدام يعني ايه اللي مائي فطبعا بعد سبع سنين يعني حتى رجوعك اني فاكر ان تبانزل احاول ارجع وابلت دكتور زاكي وقتها دكتور عبدالله راجل طبيعي كان بجسم الكل بتربط عشان تبطالي خمس داي تدريب بس يعني ممكن تبقى عبرت اصعائي فشن رجوعيك تبطينيش وغاية ما وصلنا الهات 2014 من خمس داي قعدنا سنتين تدريبين كده وغاية ما وصلنا الهات واربع ساعات 2015 رحت اسبانيا تاني بدأي لعبة لشات محلية عام 2016 عام 2016 عام 2019 انت عندك خسار ماتشات فوق الميت ماتش وانت لعبت على الملاعبة السلبة وانت في النصر بتتصاب كتير ايو بس كنت بقيت تقدر توقف على رجلة ايو بس كمية الاصابات بقى اللي بتيجي جوه الماتشات وانت بتلعب وانت مصابة اغربية الوقت ايو كتيرة ايو لغاية مجدت في عام 2016 بقى اديت تخير التصنيف العلامي تاني ايو من الرادي الوحيد في العالم اللي قدر يعمل ده فدخلت التصنيف العلامي تاني مرة تانية فبقيت الرادي الوحيد في العالم كله قدر يعمل ده حسيت بايه في اللحظة دي؟ يعني لما رجعت تاني للتصنيف العلامي والحلمك القديم انت حسيت بايه؟ كنت بستغرب يعني يعني يحيو العظام الهيرامين يعني بتكري نفسك بكل المراحل دي وشكلك والانسان بيتحول لزاي المضعف الرهيب للشكل اللي لان كنت باعرف نفسي فيه وترجعي كما كنت تاني دي معجزة يعني انا ساعدك اتوصل في السامك ازاي اذا حصل معجزة كان ربنا طبعا اكيد معاك فيها وقردتك شحنت قردتك ازاي؟ ازاي في وسط كل الأدوية والإحباطات والاكتئاب والأعضاء اللي عندك المختلفة اللي كان فيها مشاكل زاي شحنت الإرادة؟ محاولة كلين بتحاولي حتى لو دايما الماتش بيخلص في الحياة عموما لما سيني استسلم يعني كنت بقول لنا نفسي يعني اللي لازم يكون يمحاول حتى لو أقصر وعلى فكرة الجزء النفسي يعني انما تشكل في اللي بتعمليه وتحس ان انت يعني ما هيعمل ايه هيوصل لا ايه مش يوصل لا حاجة ما تبطل حسن الانسان دايما اللي بيوقفه اللي حواليك كانوا مصدقين انك ريجات دين اللي كانوا مصدقين في الإرادة اللي عندك دين منش كتير كانوا مصدقين العكس الأغلب كان بيقولك كفاية كده بقى خلاص يعني العكس كنت عاد إذا تمرن وتحاولت ماريوليك يعني ده وزنه قدياش من يمسك مدربة ينزن وما بيكثفش من كتر الخسار اللي بيخسرها رغم ان انتي جاي من حتة ما حدش رجع منها يعني حتى أبطال العالم في التالي سواء فدر أو نادية لما بيصابة سنة بيعتزل ولها صحيح طيب خلينا نرجع يعني اللي انت بتحكيه ده أصله ليه أنا طولت فيه شوية لأنه هيدي أمل لناس كتير عندها أمراض كتير مش بس انه انت رجعت للرياضة انت رجعت لحلمك وحققت حلم تاني يعني عملت مبادرة مهمة جدا تكلمني عنها وكمان رحت بقى لأحلام تانية جديدة مختلفة او يعني بيعتبر الحملة أصعب من قصتي يعني قصتي معجزة في حملة معجزة أكتر الحملة لما كنت في سويترا وقالوا لي لازم تعمل حاجة للمجتمع انا مش شايف ان انا اعمل فيديو وقولي الناس في أمل ده مش هياخد اكشن العكس اللي افضل اديلي الناس اللي انا مريد به اللي سعيدني انا شخصيا هيدي تقربة الحقيقة اللي اقدر انقلها للناس فانا كنت باشوف لما كنت بعرف اخر المستشفى المدة الساعة وده كان ممنوع طبائي بس كنت بعرف اخر المدة الساعة اروح سانما اروح مصرح اشوف اي حاجة وتروح سانما ومصرح بأوضاعك ممنوع اعود في حتة فيها الناس اصلا بس انت كنت بتغامر طبعا انا عايز اشوف حياة عايز اشوف الناس كماوي والكيميكال سيربي والحاجات دي كلها والمستشفى ده الواحدة جدا جدا تقلولنا بالحاجة اه فقلت عامل الحاجات اللي تصدر تساعد اللي ساعدتنا شخصيا كان اول جزء الجزء ان تشوفي اماكن فخريط الحملة اول جزء فيها ان احنا نبتح الاماكن الغالي للناس ومش عايزة سرطان بس لان المرض القاتل هو السرطان هو الاكتئاب او الاستسلام هو ده المرض القاتل فلا تبقى سرطان تبقى على كورسي الناس الناس اللي عندها مشاكل في القلب الناس الكبيرة في السن الناس اللي فقدت الامل في الحياة موما سميت المبادرة ايه؟ ليه ان انا عايز الحملة دي ما تبقاش تخص اول تخص كل واحد قادر لو فيها قصة الثانية يحسن من قصتي عشان تبقى عارفة ان مثلا في اول جزء في الانترنترنت فيها جزء الثاني اتاحة مؤتمرات الادة وصحة اللي داخلت معنا في فرنسا ان الناس بتاعت ان الطب يتغير حتى الكورسي اللي الانسان بيستخدمه لما بيبقى على كورسي بيكون له موصفات ويقدر يكون بطل في الرياضة ويقدر يجيب حاجة تانية ايوه فيه ناس على الكورسي بتجيب بطلات بالضبط وفيه ناس زكوتات خاصة في ديكو مارتييلو جي غنى في مصر دي أشهر مطر في إيطاليا وفي العالم غنى وأخذ أعلى وسام فارس دي بيغني في الأفرا وجوز الثالث في الحملة نحنا جينا عملنا عملنا مشاريع ان الناس تقدر يعني عملنا في الحملة انتاج كامل في الدوئة مع جميعيات الخلود ان احنا الستات بدل ما تخطو فلوس من الناس تشتغل والمكسب يعلم من الأطفال فده كان جزء الثالث ان الناس دي محتاجة أمل والأمل في إيه نكون عندي شغل الأمل في إيه نقدر عمل حاجة عملناها وعملوا حاجة كويسة جدا انضموا للحملة ناس كتير مهمة ومختلفة 23 دولة نهاردة هي الأكبر عالميا دي حاجة صعبة جدا سويسيا داخلت فيها فرنسا داخلت فيها إيطاليا داخلت فيها مكسيك البرازيل فنلندا تونس يعني عدد كبير من الدول انا عارفة كمان ان انت قريبا في نفس الشهر ده هتكون موجود في مهرجان كان كان مع بيتر وولد فاند شريك تجد الحملة في الحملة مموسلة داخل المهرجان وحيتم تكرمها تكلمني أكثر عنه واحنا عندنا بيتر وولد فاند هم شريك من ضمن الشرقة في الحملة هم برضو بيعملوا مهرجان في فينيسيا في إيطاليا وكان والسنة دي احنا موجودين معهم هم مهرجان موجودين معهم هم مهرجان في مصر في مصر فليها جزء ما هو دي بدون الحاجات المعجزة اللي باعتبرها ان انت زي العالم يكله او بشكل كبير يدخلوا في حاجة واحدة كمان في الحملة في جزء مهم جدا برضو بالنسبة لنا في الجزء الفني دخول الفنينة صفاء وصعود ايوه طبعا طبعا وهي كلها طاقة وحيوية او لا انت حتى اعجب الحملة فعلا 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 هي عملت كتير في الحملة والسنة غني تاني مع فرديكو مارتيالو ام غنيتين اللي عملهم قبل كده في البتاع مهم جدا والحملة جماعت حاجات كتيرة يعني ومطوعين كتير في العالم كله لسه بتلعب تنس؟ على الدماءة مقدرة بميجيلي فرصة بتلعب بشكل بس النهاردة انا بتسافر اكتر ام بعض الحملة الختان في مصر دايما يزوروا الاهرامات يشوفوا البلد ايه هي بتطور يعني فعلا الثاني اللي فاتت جاي مانيول كولاس دراشو رئيس بيتر وولد فاند وجات كيارا شابرين حفيديت شارليد شابلين وفرديوكو مارتيالو فرديوكو مارتيالو الشخصيات كلها محبوبة معالمية الجزء اللي يخص الشيخة جميلة القاسمي يغنوا فكان حاجة كبيرة جدا فعليه في النادي طبعا فقدر ميجي مصر ويروحوا بقى متحف الحضارة يشوفوا قد مصر او الحملة قدر تعمل ايه الحملة كمان بتروج للسياحة المصرية طبعا انها متسرع ويفتاح الخطاب في مصر اليهاردة جزء الاكبر خيري في العالم هو قتل حملة اليهاردة فرنسا اليهاردة بتجدد شراكة معك السنة الثالثة في مؤتمر رضا وصحة طبعا السفير المصري عادي وشكرا جدا سفير على يوسف طبعا وعطول بمهتم جدا بصلاحة يعني في شوال من أول من 3 عموضات تهاتف سنوات دائماً نوصل لتشارك في وجودها دائماً دائماً في كل حاجتنا بيتشارك فيها دي معجزة على الفكر يعني انت زي الجماعية عندك في سويسرا برضو مع نو ديفرنس عندك زي بتخش كل البلاد دي زي نزي كل فانحة الباب زي هم متمسكين بالحملة بالقوة دي طبعاً أصلي ما نحي الأمل دي نحي الأمل دي يعني انت بتدي حياة ممكن الحياة تكون خلاص دي أفكر رائب من 5 سنوات واحدة جاتت عندها كامسر معرفه شخص سؤال انت فكرت انتحر سؤال قوي جداً عادتك ليه فكرت انتحر عشان هي بتحسن المرض طول معاك في عهل جاتت الموحك لحظات فكرت انت عايز تسيب الدنيا أكيد بيجن كده لحظات زي كده أنا أكيد بشر أكيد في بعض الأوقات بتي بيعايزة بستسلمي بيحصل طبعاً كلنا بشر اه لكن ازاي تكملي بقى الخطوة البعضية ازاي تحاولي تكسبي الإحساس ده ازاي بس يمكن قصتك ملهمة لأنه أكيد فيها قوة يعني حتى لو كان عندك وده كان من حقك سبع سنين بتعافر مع المرض بس أكيد كان عندك الإرادة أقوى من الضعف العكس انت عاد فتا اقولك حاجة فعلاً الإنسان ما عرفهش في وقت مرة دي كنت عاد بسأل ربنا ليه يعني ليه الاختبار ده يكون ليه وليه كنا الأطول مدة ناس كتبت تخفي في سنة و سنتين يعني ليه أنا كل حارب ما بتجيش لما ريت الحملة و شفت اللي حصلت فيها قد إيه و غيرت في ناس قد إيه و متوصل الملايين من الناس في العالم و شو مصر بيتقول ربناك اللازم يخييني أمر بدا عشان أعرف عمل الحملة عشان تكون انت سافير للحملة عشان انت حاسيت تبقى على كرسي أنا حاسيت تبقى على كرسي أنا عيشت المرحوة دي حاسيت تبقى الطفل اليتيم مني ايا كان معاكي حاجة مش عاربة حاسيت بكل الناس اللي عندها الوحدة كمان لما بتشوف الشباب دول دلوقتي أو بتمنح الامل لناس فقدت الامل عايز اقول له استنى يعني حاول بتفرق في حياتهم دلوقتي؟ هقولك ليه ليه ان هو المرحوة نفسه حاولت اه انت مرد بيها فانا عايز اقول له استنى يعني حاول تاني و على فكرة هو مش هيصدق غيرك يعني مهما اي حد قال له ان شاء الله و خير هو هيصدقك انت انت مرد بالتجربة انا عايز اقول له استنى ان انا كنت يوم الايام في مكانك ده بس استنى شوية و حاول تاني النور جاي بس يعني حاول ما تستسلمش اهم حاجة ما تستسلمش انا ساعت ما بيصدقش انه رجعت كما كنت زي العارفة اللي من نازل في النفق والنفق ضلمة لو هو وقف في مكان وهيبدل عاش في الضلمة و لكن لو فضل يتحرك جوه النفق في الاخر هيوصل للنور هو ده بالضبط هو ده الطريق فيه امل اه ما يقولش بالورقة والقلم ان فيه معجازات بتحسن بالورقة والقلم مفيش غير غيرية بتخف زي اللي حصل لي بورقة والقلم مفيش كورتيزون يتاخد سبع سنين يوصل وزني ال 140 كيلو كل العظم ينتهي والماصر اللي ستتدمر و يرجع الرياضي تاني ده طبيا بيتقالي الكلام ده طبعا فما فيش حاجة اسمين برو القلم انت رجعت تماما الحمد الله كويس كله اه رجعت كما كنت لعكس انا الناس بتكبر مصغر مش اصدي اه بس عايز اقول لي يعني ما يحسبوهاش بورقة والقلم ربنا ليه حزبة تاني خالص وهو لازم الحملة مثلا مجينا نعملها كنت بقولها نلف العالم وبتاعه هو انا ممكن استأذنك انك تقف اه اوكي طبعا وتديني الاحساس وانت بتلعب تانيس اه كده اه يعني بنفس الايد كده اه كده اه وبتلعب بالايد عشان انت في التانيس بتلعب باليمين وترد بالشمال اه بورهند وباكهند وكله شغال تماما اه ما عندهم بديوهات تبلعب وتقدر تيجي لغاية عندي وترجع اه عادي جدا وتنته في الستوديو الامل حلو ما هو الامل اللي خلاني ارجع تاني انا اكيد كنت شايف انها مستحيلة انت لما تستخيل على الانترنت وتدوري ما تلقيش حد اكيد الامل اللي خلاكي تقولي طب ليه ما يبقاش ليه ما يحصلش حاجة معاك انت الواحد ما هو الامل دين بقول الامل بيكلفش فلوس بس يبيدي حياة يعني طبعا الاطباء بقى انت تعملت مع كذا طبيب لان عندك كذا مشكلة يعني مش طبيب واحد ولا تخصص واحد مين فيهم كان مصدق اللي حاصل ومين فيهم اعتبر ان انت معجزة وبيرجع لك كتير يعني اكيد حالتك مسجلة عند عدد منهم في سويسرا عاملوا واحدة على الكثير يجبوا كل الناس اللي عاملوا الكنسر عشان جدا كتبوا اه دكتور حسان كامل انا بشكوره جدا ان انا كنت باخد كارات عكس طب وهو كان تعال معي بروح تعال معي بروح تعال معي بروح الاب انه كان مثلا يقول لي احنا قزم نقبل البتر ان احنا ما عملناش البتر انت هتموت كنت اقول لا مش هعمله يعني عايزي يحل الموضوع بشكل والبتر ده كان في اني سنة في اني مرحل ما هو حصل طب والاهل ما كانوش بيقنعوك يقول لك بقى لازم البتر خلاص طبعا اهني طبعا عايشوا ملاحظة صعبة ما هو عارفين بقى لحظة بكرة مش هشوفوكي بالنسبة لهم القلب عندي هو ايه اكتر بمرة فصيل الدم تحولت من ايه لقوه فصيل الجسم كله تغير ايه اللي كان بيديك الامل يعني اللي هو انا لو قال لي النهاردة لازم يبقى فيه باتر انت خلاص ايه اللي كان بيديك القوه انك ترفض انه خلاص اموت كده وخلاص مثلا ما اصلا لو حصل البتر مظل انتهى على فكرة مش حب تاني كما كنت تاني هرجع ازاي همسك ايه يعني وانا خلاصها فيه مش ايه صنعية تتمسك مظل انتهى يعني ما انا لو منك كان حد يقول ايه انا لو عملتش البتر انا هموت بكرة الصبح كان عندي امن يحصل حاجة تانية كان عندك امن يحصل حاجة تانية امتى ده حصل التغير ده انه البتر تم ما تمش البتر عفوا وانه الحالة بقت اصدر عدني ستة شهور وفي النص حصل نزيف داخلي طبعا انه كنت باخد اكتب والاماكن بعد العملية لكل الاماكن اللي بقوا ضعيفة ايو امتى حصلت المعجزة بقى ستة شهور كان قلم اكبر اكبر بكتير بقلم عملية انا كمان كنت ممنوع ناخد بنك خد كل حاجة من غير بنك فكل حاجة تغيرت ورجعت كويسة بعد ستة شهور بعد ستة شهور بس كان قلم بتاعهم يعني فظيعة كان عالفكرة رجوعي للتنس انا بستمرك ان عذاب ان كان الاسهل ما حاولش ارجع انك انا بتروح الملعب قلم غير عادي في كل الجسم قلم بجد يعني طبعا بس ده كان التحدي التحدي ان انا عايز ان اصعب ان اصعب الانسان انا متقالي انا لو منك روز مضرب التنس اكيد في البيت فى احسن عادتها يعني انا كنت من فيلي اصعب عدوه وهو كان نفسي اصعب احساس في الدنيا ان الجسم الانساني يتحول عدوه هو جسمه وهو عدوه بس انت صحبت جسمك وفى الاخر ربنا رجعه وفى الاخر ربنا رجعه كما كان يعني انا سعدت بقولك انا سعدت و انا فكر انا كنت بقى على العب بطولات انا مش مصدق ان انا الشخص ازاي ده حصل انسان سعدت طبعا انا لغاية دلوقتي وزاي ربنا اديك الكودة تخسري انت بتقولي ده كله مازال معجزة بس الدنيا حنفضل نعيش بس احلى معجزة انت عملتها هي الارادة والتحدي اللي موجود عندك والمبادرة الرائعة بتاعت مانحي الامل يعني كابتن انور الكموني مانح الامل يعني بيشوفوك مواطنين واشقاء عرب وشباب كتير اكيد انت بالنسبة لهم مانح للامل الكبير يعني من الحاجة اللي احباها في الحملة شوية قوي ان هي كمان قدت رسالة تانية خالص غير انها بتجيب والرسالة اللي حختم بيها تفضل غير انها بتجيب الناس مصر وكده ان احنا مفيش فرق بينهم ان فعلا الحملة بتدورتي عليها تلاقيها كل البلاد فيها كل الاديان فيها كل الافكار الافكار اللي بتنشروا الامل يعني تخاري كل ناس تتجمع على هتف واحد هو الانسانية طبعا هو الابقى الانسانية اه الانسانية انا بشكرك وتشرفت بيك جدا وسعيدة انت اديتني حتى الامل يعني انا مش هشتكي من اي حاجة بسيطة بعد اللي انا سمعته منك دايمان كمل وتفضل كده مشرف ان شاء الله تفضل تحت مصر ان شاء الله في شعر سبعة اكيد اكيد يعني شرفنا نكون موجودين معاك في كل حاجة ودايما التحدي عنوان انا بشكرك وبحييك وكمل يعني انت مثل ونموذج نفتخرين طول الوقت دايمان الى الامام وتستمتع بحياتك وتسعد بكل حاجة عملتها بإذن الله وتفضل ناجح على طول شكرا شكرا جزيلا كابتن انور الكموني زي ما شفته الحالة الايجابية بتبقى حلوة جدا المعجزة مش في الطب ولا المعجزة المعجزة في الارادة شوفوا الانسان اردته عاملة ازاي اردته قد تسبق الطب نعم تسبق المستحيل نعم ارادة ويقين بالله ممكن يكون هو الامل الكبير والحقيقي الحقيقة النهاردة احنا شرفنا بنموذج مصري حلو وشرفنا بان احنا نقدم لكم ده في بيت للكل حلقة انتهت ولكن يبقى الامل عنوان مانح الامل هي المبادرة كونوا دايما جميعا ان نمنح الامل لكل انسان لانه الامل يعني الحياة نلقاكم بإذن الله الاسبوع المقبل اشتركوا في القناة